السلام عليكم طلاب جاء نراكم بالحلقة 13 من حلقات السادسة اعدادي طبعا هذا الموبوع اللي راح ناخده اليوم هو موبوع حلو سهل وما بيشي احنا ما اخذيه بالثالث تعودنا بالثالث شون نحكس الصفة من يطيك هابي شون نحكسها الصير انهابي يعني انا زبفت لها بالبداية ضفت لها يوان هاي اليوان ما سألت روحك شنو هي هاي اكيد ما سألت لان انت بوقتها بالثالث افتهمت انه حتى تعكسها اتخلي قبل هاي يوان هاي اخذت حاجتك ورحت ما فرغت روحك حتى تسأل هاي شنو اخذت حاجتك وكيفت شون واحد ياخذ مصلحته يطفر فانت هنا نفس الشي بالثالث اخذت حاجتك ورحت المهمة تتعكس بعد شنو هاي اليوان ما يهمك لكن هسه بالثالث لا لازم تعرف هاي يوان نسميها بادئة شنسميها نسميها بادئة هاي البادئة تعكس معنى الصفة نخليها قبل الصفة حتى تعكس معنى الصفة لكن المشكلة اليوان مترهم لكل الصفات وعلى سبيل المثال عندك بالثالث الصفة بولايت شون شننت تعكسها ما تنت تتخلي قبلها يوان لا هاي بالثالث تنت تتخلي قبلها اي ام وشنت بوقتها تسأل معلمك ليش ويقل لك هي هاي شاد ذا حفظها لان المي بدي فهمك ليش ليش لان هذا المنهج مو بالثالث هذا المنهج بالسادس الاي ام ايضا بادئة واليوان ايضا بادئة يلا خلنا فهمهم ذنى شنو الاي ام واليوان ذنى بادئات هذنى يصيبن قبل الصفات حتى يعكسن المعنى مالتهن لكن اليوان مو على كل الكلمات ترهم والاي ام ايضا مو على كل الكلمات ترهم زين اكو شغلات كن نعافة حتى نضبط الموضوع اذا نحس باختصار عندنا بادئات نعكس بهن الصفات والبادئات ذنى كن نحفظهن اليوان والاي ام والاي ال والاي ار والاي ام هذنى البادئات الخمسة كن نحفظهن كن نحفظهن مثل اسمنا هذنى نصيح لهم بادئات عكسا معنى الصفة وين يخلوهن؟ يخلوهن بالبداية الكلمة في بداية الصفة يخلوهن حتى يعني عكس المعنى الهابي صار انهابي يعني غير سعيد سعيد يصير غير سعيد تمام؟ يستخدمون لهي ام يعني غير مؤدب والى اخليه اي اخليه اي اخليه اذيا الليقل قانوني نخلي قبلها اي اير الصرف إليقل يعني غير قانوني منتظم منتظم يعني غير منتظم صحيح منتظم يعني غير صحيح يعني غير صحيح ها ساوي نفهم شباب مو بزن الخمسة اتكون بعد هاي السادسة ال دي اي اس ديس استاذ هاي وين استخدمها طلابي هاي ما تستخدموا هاي الصفات يا عدو يا من هاي نستخدمها ويا الافعال نستخدمها ويا من نستخدمها ويا الافعال يل ركزوا يا ايه هسه اريد نعرف اشوكت نستخدم البادئة آي قل نستخدمها اذا الصفة بدأت بحرف قل يعني اي صفة تبدي بحرف قل حتى اعكس معناها مثل ليقل قانوني حتى اعكس معناها شلون اخلي ببدايتها آي قل الصرف الليقل معناها غير قانوني اذا عرفت شوكت استخدم البادئة لما الصفة تبدي بيا حرف تبدي بالحرف قل زين شوكت استخدم الاي ار لما الصفة تبدي بار يعني شغلة واضحة اذا لما الصفة تبدي بحرف ار حتى اعكس معناها مثل كلمة regular منتظم حتى اعكس معناها عضيف قبلها اي ار لياش لان بدت بار اذا اذا الصفة بدت بار حتى اعكسها اضيف قبلها اي ار واذا بدت بار حرف ار حتى اعكسها اضيف قبلها اي ار ممتاز جدا سهلا ما بيش شو شنو مصعبوها لا ما مصعبوها بست مصعبوها على روحك النقطة رقمو ثلاثة نستخدم البادئة i m يلا من يخمن قبل ياصف فاستخدمها قدام انتهي بm يعني كون الصفة تبدي بيمن من الذك اللي لقفها بحرف ال m عفية كون تبدي الصفة بحرف ال m يلا استخدم البادئة i m قبل الصفة حتى تنعكس يعني على سبيل المثال الكلمة هذي اللي هي هذه اللي هي moral moral يعني اخلاقي شو نبدأ قول غير اخلاقي لأن بادئة بm فحت تعكسها استخدم i m الصير immoral شو نيعني immoral يعني غير اخلاقي زين ال i m بعد بيها شغلة ثانية مو بس الصفات اللي تبدي بm لا حتى الصفات اللي تبدي بp تبدي بالحرف p جيد ممتاز لهذا السبب عندنا الصفة polite وهو يأكو صفات يبدن بالp فحتى نعكسهم ونخلي قبل هنا i m مثل شنو مثل عدي كلمة possible possible يعني ممكن وعدي بعض كلمة patient يعني صبور polite مؤدب هذن الكلمات يا طلاب باديات بالحرف p هاي بادية بالp هاي بادية بالp وهاي بادية بالp وايضا عدي كلمة pure نقي عدي كلمة perfect مثالي ذنني ايضا باديات بالp ذنني حتى عكسهم الخمسة ما دام باديات بالp لازم أخلي قبلهن i m نفسهم أنزلهن لكن قبل الكلمة شاخلي i m يلا شا ستصير impossible ستصير impossible يعني غير ممكن مستحيل impatient يعني غير صبور بعد impolite يعني غير مؤدب impure يعني غير نقي imperfect يعني غير مثالي صار واضح طلاب زي المهمات عدك اللي مضللهم إليك آني باللون البنفسجي هل نذن المهمات اللي متكررات عدك بالوزاري زي بعد شنو باستثناء الشوال الشوال شنو أستاذ بس لن الثيني نركز عليهم popular قبل شوية قرناها بالإنشاء شنو معنى popular تتذكروا لأ لا دار مشهور يعني شعبي مشهور نفس الشي هاي ال popular بادية بالp لكن حتى نحكسها ما يصر نخلي قبلها I-M لأ لأنها يشاذ لأ عدش نخلي استاذ نستخدم ال UN شو نستخدم ال UN اللي نستخدمها للهابي الهابي شو نعكسها قبلها عن عبي عفيا نضيف قبلها UN UN ونكتب الكلمة مثل ما هي حبي الصير انهابي زين عدي كلمة popular يلا خلي اكتبها جوا بس دقيق هايا popular اللي قرناها بالإنشاء popular يعني معناها شعبي أو مشهور هسميهم زين هساها شو نعكسها صح بادية بالp لكن ما يصر أخلي قبلها I-M غلط إذن شاستخدم هاي شاذة كون أحفظها استخدم ال UN أقول UN يعني UN شنو popular يعني شنو شنو ش صارت هسا صارت غير شعبي أو غير مشهور صار واضح UN popular جيد بس هاي استاد لا بعد عدي كلمة شادة ثانية أيضا تبدي بالp اللي هي هاي pleasant pleasant بمعنى مسرور تمام المن استخدم من أريد أحكسها شون أحكسها بمن ما أخلي قبلها I-M لا أخلي قبلها U-N أخلي قبلها شنو U-N فاصصر unpleasant تمام هو pleasant نقدر نقول صار unpleasant غير صار نقدر بتش نقول زي فإذا نذنه حتى أحكسهم الصفات الثنين الشواذ ما أحكسهم بال-I-M صح النباديات بالحرف P لكن ما أحكسهم بال-I-N العفو ما أحكسهم بال-I-M أحكسهم بمن أحكسهم بال-U-N هاي بال-U-N وهاي بال-U-N زي بعد شعدي بعد عدي ال-I-N شو كتا استخدمها ال-I-N شو كتا استخدمها لما الصفات تبدي بأحد هاي الأحافة الثلاثة C أو D أو E أي وحدة من ذن الثلاثة الصفات تبدي بيهن أحكسها بال-I-N على سبيل المثال expensive غالي شو نقول غير غالي بادية بحرف E أحد ذن الأحافة الثلاثة حتى أحكسها شف شريف قبلها يا بادئة I-N ممتين I-N الصفر inexpensive غير غالي أو رخيص زي بعد عدي efficient فعال أيدي أحكسها شا سوي أضيفلها I-N inefficient I-N inefficient بعد عدي dependent معتمد شو نحكسها أصر independent أضيفلها N independent غير معتمد بعد direct مباشر شو نحكسها أضيفلها I-N أصر indirect غير مباشر زي convenient ملائم بعد يابي C شو نحكسها أصر incompetent غير ملائم correct هاي ما أخذيها بالثالث شو يعني correct يعني صحح تجي بمعنى صفر صحيح زي شو نحكسها أضيفلها I-N أصر incorrect شو نحكسها يعني غير صحيح شوفوا طلاب هاي الصفات L-N بدأ تب-E أو بدأ تب-D أو بدأ تب-C فحتى نحكسها نحكسها بمن؟ بال-I-N بمن نحكسها؟ بال-I-N بال-I-N عفيا باستثناء وحدة شاذة وحدة يعني من أقول شاذة يعني إل من ترهم ترهم ل-U-N اللي هي conscious شو يعني conscious خدناها بقطعة مصطفى لطيفة وحدة شاذة شو يعني conscious يعني واعي 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 يعني إنسان بواعي بعقله عقله براسه إزيل من نريد نحكسها مضيف قبلها U-N أصر انكونشس انكونشس شو يعني انكونشس أقل واعي واعي يعني غير واعي الغير واعي ممكن يكون معناه انه مغمى عليه فاقد الواعي ميدا بروح او واقع بالقاع او غيرواعي يعني انسان مخبر يعني عقله مو بغاسة يعني دي سوي شي هو غيرواعي به ميدا اشقاع يسوي او احتمال يكون طفل ديسوي فدعم له هو غيرواعي بالخطر اللي راح يسوي او دي بيدي مد ايد عن نار هو غيرواعي انه هاي النار واحتى شوي وإلى آخره هي هي معناها unconscious تمام؟ ممكن معناها أنه فاقد للواعي مغمى عليه وممكن معناها أنه واحد عقله مباسع زين إذن هسا ركزوا unconscious غير واعي conscious واعي إذا تلاحبون هي بدت بالC والمفروض إذا بدت بأحد هاي الأحوال في الثلاثة اللي هي E أو D أو C المفروض أحكسها بالIN لكن هاي شاذة conscious شاذة بما نحكسها بالUN يوان فصير unconscious استاذ بعض لدينا شوار أقلك لا بزن الثلاثة اللي هي unconscious و popular و pleasant اللي قتلك بيهن بزن الثلاثة الباقيات يكملن على القاعدة زين والبقية اللي ما تبدي بيهن ذن الحوف اللي اذكرناهن نضيفل هن يوان و خلاص healthy صحي أذا بدأ حكسها أضيفل هن يوان unhealthy fair عادل إذا بدأ حكسها صير unfair غير عادل بعد tidy مرتب إذا بدأ حكسها صير untidy غير مرتب fortunate محبوب بس أضيف قبل هن يوان صير unfortunate غير محبوب happy سعيد إذا بدأ حكسها أضيف قبل هن يوان صير unhappy بعد usual اكتيادي إذا بدأ حكسها أضيف قبل هن يوان صير unusual غير اكتيادي intelligent ذكي خدنا بقطعة مصطفى إذا بدأ حكسها الصير un intelligent غير ذكي popular شعبي هاي أحد الشواذ يلا قلنا الصح بادية بال بي لكن ما نحكسها بال بي من نحكسها بال يوان صير un popular غير شعبي pleasant سار هاي أحد الشواذ مع العلم هي بادية بي لا لا بالملزمة بالدفتة من الملاحبات ها ها أنا عدي الملزم هل أبو دفتة ملاحبات لكن الملزمة موجودة عدي شكرا نرجع لها pleasant الطلاب بادية بال بي لكنها شادة متاخذ الاي ام ونفيفلها يوان unpleasant غير صعب conscious قبل شوية اخر ما اخر صر unconscious اللي هو فاقد للواعي بوقت شنو عدي بوقت دي اي اس هاي ما موجودة عدكم بالملزمة استاذ ليش ما موجودة لأن استاذ حيدري يساوي قدر يحطها بالليونت الثاني او الثالث يعني مو بالليونت الاول يعني رادي يجزئ الموضوع عالطلاب حتى ليسه صعب يلا لكن احنا هسه رح ناخذها لاني قللك اضرب الحديد وهو حاط خد نخلص منه هاي دي اي اس المن استخدمها هاي استخدمها بس للافعال يعني اي فعل اريد احكس معنى اضيف قبل نعا لايك و دي سلايك عفية لايك و دي سلايك لايك يحب لايك لايحب فكلمة دي اي اس اضيفها للفعل بالبداية حتى تعكس المعنى مثلا عندي اغري يتفق اضيف قبلة تصف دي اي اس اس اصف لايتفق كونكت يتصل اضيف قبلة تصف دي اي اس اس اسف لايتصل اضيف قابل ها دي اي اس لا يرضى يبهر يختفي بالعكس يثق لا يثق يطيع لا يطيع لايك يحب لايحب زين وإلى آخره طلاب صاب واضح بس عدي شنو عدي هاي شاء الله كنت انتبه لها هاي بس هاي شوية بيها حركة ادير بالكم بعدها يشجع تمام شو نحكسها اضيف لها دي اي اس بالبداية غير لكن قبل لا اضيف ببداية ها دي اي اس كون احذف ال اي وال ان هذاني اول حوفين احذفهم فش الصير ال انكوراج الصير ديسكوراج لا يشجع شوفش احذفت احذفت ال اي وال ان اول حوفين ومن اريد ارجعها الاصل هاي يعني هي مو ديسكوراج لا يشجع اذا اريد ارجعها طبيعية بدون الدس فارخل منعدها ال دي اي اس وش ارجع ارجع ال اي ان بالبداية صاب واضح بس هاي بيها حركة دي وبالكم منها شون يجيك بالوزارة انا اقل لك شون يجيك بالوزارة يقل لك لايك يمسويها ديس لايك انكوراج ويطيك يمك فراخ يلا شون تعكس معناها شس سوي تحذف ال اي وال ان اولها 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 هي لي الممكن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة